الهيئة الإدارية قررت البارح بالإجماع وبالتوافق لكل أعضاء الهيئة الإدارية القرارات التالية أولاً سنواصل للتدريس بصيفة عادية وحصة الرصام العادية خلال بعد العطلة مش نقوه عشان نعمل على أنجاز البرنامج وتقديم الدروس فقط تقديم الدروس بصيفة طبيعية القرار الثاني باش نواصل مقاطعة الأسبوع المغلق متع سلاشي ثاني الذي أجل إلى بعد العطلة عشان باش نأجلوه وقرار الثالث هو سنواصل مقاطعة الامتحانات كل الأشكال الامتحانات السلسلاتية الثالثة بما في ذلك الامتحانات الوطنية إن لما نتوصل إلى اتفاق مع الحكومة ومع وزارة الطريق وزارة شباب الرياض واضح السيناجي جلول يقول لامتصاص الغضب فما منح ترقيات للأساتذة عوائدها المالية في حدود 90 دينار لكل أستاذ مع زيادات مختلفة بحيث يتجاوز مقدار المردود المالي الإجمالي لكل أستاذ المتين دينار هذا لم يقدم إلينا بصورة رسمية لم يقدع إلى حد الآن إلى جلس التفاوض إذا صار هذا اللي ذكرته اليوم جريدة المغرب إذا صار هذا يقدمون إذا عندهم مقترحات جدية ومقترحات مجزية وتنجم تحلم الملف نحن ندورناه لكي نتفاوضه ما تيستطيعون في جلسة رسمية تطول مقترحات وإذا كان نلجو مقترحات هي مقترحات بناءة النقابة متنجم كان تتفاعله يقول أن الكاتب العام للنقابة العامة تعليم الثانوي سيلة سعد يعقوب يقول كونه هذا مقترح مرفوض هل هذا صحيح ولا لا؟ كان بشتغف عند حدود أنه هذي ترقية الترقية رهي المعدل المزدود المالي من معدل مشه معدل هو ثلاث دينار أي تنشي منها لذلك هو ثلاث دينار واضح واضح به سؤال أخير سي نجيب السلامي فمشكون يحكي على الوضع الحالي ويحكي على كونه محاولة المقايضة بين الواقع الحالي في مقاومة الإرهاب والاستجابة للمطالب الاقتصادية في قطاع التعليم يعني فمش جانب أخلاقي بالنظر إلى الوضع الحالي بالوضع وعليش ما نخذوهيش بطريقة هذية لأنه سمحني سي نجيب المتضرر الأخير يعني نعرف أنه يبقى الاضراب ويبقى المطالبة بالحقوق حق مشروع أكيد ولكن في الوضع هذية ما تراش ممكن يعني على أقل نأجلوا على أقل خمسة ستة شهر حتى يوفى العام الدراسي مثلاً ولا ليه مش وارد هذا؟ خاصة فيما يخص الباك خاصة فيما يخص الباك نحكي وركز لي على الباك برب مسؤولية الحكومة الحكومة المفروض المفروض إذا كان بالحق تحب ما تتنزع في التوتر الاجتماعي بينه وبين القطاع الفنوي ومعلى سادة يخي لسه تستجيب لما طالبنا وإحنا بإجتماع سما سيغي متع سعامل وصيغي متعمرونا نجمع سياسونا مخترحات وإحنا مستعدين نتفعله لحد الآن الله هذا نحب نأكدوه لحد الآن لم تقدم إلينا لم نصدع إلى جلس تخفوز ولم نقدم إلينا مخترح ينجم تبني عليه اتفاق ولا مشروع متع اتفاق واضح به سي نجيب سي نجيب يمكن المواطن مش ما يفهمش ولكن مهما بش تحكيله ما يتقبلش كونه شهادة البكالوريا في تونس اللي ولات في مستوى متدهور جدا جدا دوليا وعالميا ومصنفة ما عرفش قديش في الترتيب يقول لك اليوم يعني ولادنا وسنة دراسية مهددة وخاصة اجتياز امتحان البكالوريا فما باكسنا وإلا ما فاماش هذا شي يحب يعرف المواطن وهذه تدخلات اليوم جيتنا في تليفونات متاع المواطنين يحب يعرف قرروا وانا نعمل على اساس البكالوريا ستنجز الا اذا كان باستراتنا الحكومة وباقي زادة معنا سياسة الموبالات وعدم الاقتراف وتحب ما تتحدش ومشكلة وقتها تنطروا انو ندى بنتا فلا راحنا نحن نعمل من خلال القرارات الهاي لدارية ان شاء الله تصل الحلول في القريب العاجل لانو فما فئة يعني في تونس بالحق الموضوع هذي الكل مقلقها برشا خاصة الاوليق وتليم ذا شكرا نيك سي ناجيب سلامي اشتركوا في القناة